الطمأنينة والشعور بالأمان من أهم المشاعر في الجواز ياريت لو بيعجبكم المحتوى اللي بنقدمه تضغط لايك وتشترك معنا في القناة بالضغط على زر السابسكرايب عشان يوصلك كل جديد يعني ايه الطمأنينة والشعور بالأمان من أهم مشاعر الجواز يعني مراتك تبقى متطمنة أنك مش هتهنها ولا تقلب عليها التربيزة لما يحصل خلاف بينكم مش أي مشكلة تبقى فيها إيهانة للزوجة وانت لغلطان وبردو يعني جوزك يتكلم معيك بشكل مريح من غير ما يفكر في كل كلمة بيقولها ومش قلقان من أنك تستخدمي كلامه ضده وتنكدي عليه ويعني مراتك تبقى متطمنة أنك هتكون سندها وعكزها لما تكون ضعيفة ومريضة وجوزك برضو يبقى متأكد أنك هتكوني في ظهره لما حالته المادية يحصل فيها مشكلة وأنك تخففي عنه ومش هتكوني حمل زايد عليه وهتصوني اسمه وعرضه في غيابه ويعني مراتك تبقى متطمنة أنك بتتقي الله وأنك مش ممكن تتواصل مع ستات تانين في إطار غير شرعي يعني شريك حياتك يبقى عارف أنك ستر وغطى عليه وأنك مش هتتكلم عنه بشكل مش كويس في غيابه المشاعر دي هي اللي بتخلينا نحس أن البيت هو السكن فلو بنعمل حاجة بتضرب المشاعر دي لازم نراجع نفسنا لأننا بكده بنخبط في عمود من أهم عمدان الحياة الزوجية وهو عمود الأمان والطمأنينة ولازم نعرف أن الإنسان الآن ما بيعرفش يكون متزن ولا سعيد موسيقى